حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفئشي عن أبنة لخباب قالت خرج خباب في صرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى كان يحلب عنزا لنا قالت فكان يحلبها حتى يطفح أو يفيضف لما رجع خباب حلبها فرجع حلبها إلى ما كان فقلنا له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى يفيض وقال مرة حتى تمتليه فلما حلبتها رجع حلبها حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مالك الأحمسي عن أبنة لخباب بن الأرت قالت خرج أبي في غزاة ولم يترك إلا شاطا فذكر نحوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر